امبارح تابعنا كلنا الصور الجميلة شكرا جزيلا تابعنا الصور الجميلة الخاصة بافتتاح الشركة العربية الألمانية للوحات المرورية المؤمنة دي شركة جديدة يعني احدى الشركات التابعة لها العربية للتصنيع والحقيقة كان ازام حرككم شايفينه اللوحات والطاقة الانتاجية بتاعته حاجة عظيمة جدا الوردية الوحدة تقدرناها تطلع حوالي 3 مليون لوحة سنويا الوردية الوحدة يعني لو في ورديتين هتطلعوا في السنة ما لا يقل عن 6 مليون لوحة فحاجة عظيمة جدا يعني اعتقد هتبقى خطوة كويسة مش بس للاكتفاء المحلي ولكن كمان ان احنا نخدم على المناطق اللي حوالينا سواء في الشرق الاوسط او في افريقيا شيء عظيم جدا في سبيل التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وبالتالي يعني خفض الوردات طالامة نقدر ان احنا نعمل ده جوه واللوحة موجود فيها حفر الليزر وموجود فيها البر كود وموجود فيها العلامة المائية وموجود فيها الهولوجرام يعني ما هيش نقصها حاجة وما تقلش اعتقد يعني كفاءة عن الموجودة من برا او اللي جاء مبارك فبرحب بي سات اللواء اهاب فكري رئيس مجلس ادارة الشركة العربية الالمانية لللوحات المرورية المؤمنة التابعة الهائة العربية للتصنيع سات اللواء اهاب مساء الخير والف مبروك يا فن مساء دور يا فن عمر بيو الحمد لله الله يبارك في حضرتك يعني فن خطوة عظيمة بصراحة سات اللواء اهاب الحمد لله اي فن عمر حضرتك الحمد لله يعني ربنا قرمنا ان احنا ددنا ان ننشئ الشركة في خلال العامين طبعا كان مش من المقبول ان احنا نستورد اللوحات المرورية الخاصة بمورية مصر العربية من الخارج وان هنا جاءت فكرة انشاء الشركة كنا بنستوردها بكام يا فن عمر لو الرقم ده يعني في زهنة حضرتك بمبلغ كبير اكيد يعني بمبلغ كبير وبعدين ده عملة صعبة كلها طبعا كان الهدف من الانشاء ان احنا نوفر العملة الصعبة واحنا عندنا امكانيات البشرية والاقول المدربة وعندنا امكانيات شباب يعني زي محطدك ما شايف كل اعمار الناس اللي شغالة ما بين عشرين وثلاثين سنة بحد اقصى فليه ما نستفقش من قدرات الشباب اللي عندنا مع التكنولوجيا الماني متخصصة في هذا المجال بزبط يعني كده فنم اللوحة احنا شوفنا حتى اللوحة يعني لو الزملة برضو يعرضونا اشكال اللوحة وهي طلعة والرجالة اللي في المصنع بيجاهزوها انا مش شاف فيها فرق ما بينهم ما بين اللوحة اللي رقبة في عربية يعني احنا فنم طبعا بنشغل تبقى للنواصفة اللي بتحددها اه وزارة الداخلية اه اللي بيحدد مواصفات اللوحة المقاسات اه العلامات التأمينية المطلوبة لتأمين اللوحة اه الابعاد شكل اللوحة الانوان بنفس المواصفة اللي بتتحد طبعا اللوحة بتاعتنا لوحة مؤمنة اه خمس علامات تأمينية وده رقب مش قليل على مستوى اللوحات اللي بتنتج على مستوى العالم احنا عندنا في نسر محفور بالليزر في منتصف اللوحة مظبوط عندنا فيه شريط لامع في منتصف اللوحة الهيلو جرام ده فيه لوحده خمستاشر علامة تأمينية اللوحة بتاعتنا دي فيها خمستاشر علامة تأمينية شريط ده لوحده الشريط الشريط اه شريط تمام الشريط لوحده ده فيه خمستاشر علامة تأمينية وبالاضافة لن احنا عندنا ووتر مارك على الجزء الابيض المقول في اللوحة ده ده علامة مائية مكتوب عليها مصر وإيجب صح مكتوب على الأرقام والحروف بخط مائل جمهورية مصر العربية باللون الأبيض وفي النهاية فيه في ظهر اللوحة ختمة بيبين الشركة المنتجة وتاريخ الانتاج عظيم عظيم يعني كمان أفد من الفضل كده يعني خمس علامات تأمينية مكتملة يصحب تزويرها تمام أنا شافة يعني الحياة فندم المعدات كمان اللي موجودة لا حاجة عظيمة يعني جايبين حاجات اللي هي آخر ما وصل إلي العالم يعني في إنتاج اللوحات المعدنية احنا فندم تم اختيار المعدات دي بعناية وضقة أنها تتفق مع أعلى تكنولوجيات الموجودة حاليا على مستوى العالم في إنتاج اللوحات المرورية المؤمنة تمام وتم اختيار الشريك الألمائي اللي يكون من أقصر الشركات خبرة في هذا المجال على مستوى العالم الشريك ده له أقصر من خمسين دولة بتعامل معاه فكان لازم نختار شريك قوي له خبرة كويسة ننقل التكنولوجيا عشان نقدر نواكب العصر ونقدر ننطلق للتصدير دي جزئة مهمة فاني يعني أكيد الشريك ده حرك بتقول ليه عملة في أماكن كتير دول كتير في العالم يعني بالتالي هيكون المصنع اللي موجود عندنا في مصر ده هيكون نقطة للتصدير للدول دي مش كده برضو؟ إن شاء الله يا فاني إن شاء الله يا فاني لو إحنا لما جنا اختارنا القدرات الانتاجية للمكن إحنا اختارناها بحيث أنها وردية واحدة هتغطي معنا احتياجات وزلطة الدخلية يوم التلاتة مليون التلاتة مليون عندنا فائد في الطاقة ده إن شاء الله هيتوجه كله للتصدير إمكانيات المكن يعمل تلات وردي مش مردية واحدة أو التالي أنا عندي فائد في الطاقة ده إن شاء الله هنقصصه للتصدير يعني تلت و تلتين تقريبا تلتين للتصدير و تلت محلي إن شاء الله إن شاء الله إي فان إحنا متشكرين جدا و مرة تانية بنبارك لحضراتكم وجهد الحياة عظيم و مشكور شكرا جزيلا ستلقىها بفكري رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الألمانية للوحات المرورية المؤمنة و طبعا تابع للهائة العربية للتصنيع الشيء الحياة عظيم جدا بنسعد كلها بنسعد لما بنلاقي بلدنا بتصنع حاجة ونلاقي حاجة كانت بتيجي من بره بدأنا إن إحنا نصنعها هنا لأنه مش بس إن إحنا نوفر عملة صعبة في استراضها ولكن كمان المصنع زال حراكم شفتو ده شوفوا مشغل قد إيه حانا بتتكلم الوردية الوحدة لا ده لو أهاب فكري بيقول ده كمان تلت ورديات شغل تلت ورديات فتخلوا حراكم كمان لما يجبر المصنع ويتطور شوفوا حضراتكم ده هيشغل قد إيه من ألاف الأيد العاملة سواء العمالة المباشرة اللي شغلها جوه أو العمالة التانية غير المباشرة اللي بتخدم عليه ما هي دي مثلا ما محتاجة عربيات نقل مثلا مسوائين عشان تجيب الخمات محتاجة ناس في صناعات مكملة اللي بتاعات البلاستيك اللي مش عارف إيه اللي بتعمل إيه الكراتين اللي بتعبى فيها مش عارف إيه فكل دي صناعات مكملة بتغزي الصناعة دي فاضرب بقى حضرتك بقى أعداد العمالة وإحنا بنكلم على مصنع واحد في قطاع واحد ما بالحضراتكم لما نتوسع في هذا الأمر في كل ما يمكن تصنيعه جوه مصر ده هدف عظيم جدا وأعتقد يعني واحد من الأولويات اللي بتضعها القيادة السياسية أمامها في هذه الفترة